أهلا بكم مشاهدين الكرام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا اللقاء الخاص مع سماحة الشيخ الدكتور همام حمودي رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي للحديث عن آخر مستجدات الوضع السياسي العراقي والتهيئ للانتخابات المرتقبة وكذلك نظرة على ما يدور من مواضيع مهمة مثل غزة والصراع الصهيوني الفلسطيني والصهيوني العربي وعلاقة العراق مع مستجدات هذا الصراع في هذا اللقاء الخاص أهلا بك سماحة الشيخ أهلا وسهلا دكتور قبل أن نبدأ الحوار الكثير تساءل اختفاء تام عن الإعلام أو عن الحوارات المباشرة أنت موجود في الوضع السياسي قطعا ولكن عن الحوارات المباشرة ما يقارب خمس سنوات أو أقل قليلا أو أكثر لماذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم أولا شكرا جزيلا لهذه الفرصة في قناة مهمة كالعراقية كما أشرتم وليس غياب فأتبار إحنا لنا تصريحات في كل قضية وموضوع وحدث ومناسب لكن في موضوع الحوار في الفترة التي هي تقريبا من تشرين وما بعدها كان هناك نوع من الضجيج هي ليست حوارات ورؤى ونقاشات وأمام أحداث محددة وستراتيجيات وإنما فعل وردة فعل وما يسمى بالضجيج الإعلام يعني كثرة المتحدثين والجدل في هذا الحديث وظهر أمام الناس أن الجميع متفرر يعني مختلف وكثير منهم تنازل عن تأريخه أو خطأ مساره فكانت أجواء أعتقد أنها أجواء لا تساعد على الاستماع الهادئ والروح الإيجابية فالحديث فيها سيكون إما يفسر أو يتهم أو غيره لذلك كثير من الأخوارات مثل هذه اللقاءات أنا كنت أعتذر لأنه كنت أرى فيها فائدة بقدر ما يكون فيها نوع من الدخول في ضمن هذه الجوقة الإعلامية السياسية التي هي فيها تقاطعات أكثر ما فيها نوع من الحوارات المنتجة يعني وساطية الشيخ خمام حمودي معروفة هل يبدو لي أنه هذا النوع من الاحتجاج على تشدد البعض وغياب المبدئية عند البعض الآخر وربما احتجاج على يعني كيف نتحدث عن بيئتك أو عن الكتلة اللي دعنا نتحدث بشكل أوسع عن الكتلة الشيعية يبدو احتجاج على بعض ما كان يحصل فيها الدليل شفنا يمكن هسه بخروجك أو ظهورك بقائمة منفردة هسه القائمة منفردة راح نتحدث عنها بس خلينا نتحدث عن وضع الاحتجاج نعم في الحقيقة هو يعني ليس احتجاج وإنما تصحيح مسار فترة من 2003 إلى 2019 تقريبا يعني ما بعد الانتصار على داعش ثم الدخول في 30 مشاكل شخصت أننا ابتعدنا كثيرا عن المجتمع شغلتنا بناء الدولة وبعضنا قد بناء السلطة وبعضنا قد بناء كيانة أما الناس المجتمع الذي هو حاضنة أي مشروع حقيقي كما نجد اليوم في غزة المجتمع هو الأساس لنجاح أي مشروع لبقاءه لثباته لإنتاجه وجدتنا احنا يعني انشغلنا كثيرا هناك وابتعدنا عن مجتمعنا ناسنا جماهيرنا أبنائنا وابنائنا حواراتنا الفكرية الثقافية رؤانا السياسية الثقافية ووضوع الثقافة من قوسيا ما يشمل القيم ما يشمل التعامل السلوكل فيما بيناتنا الحالة المزلاقية الحالة المعايير العراقية الأصيلة في تعاملاتنا في حفظ مجتمعنا هذا هاي غبنا عننا ورجالنا بشكل عام حديثهم خارج هذا الموضوع ونتيجتها احنا نريد مشروع حقيقي وليس مشروع وقتي وليس هو بناء سلطة أو دولة دون أن يكون لها قاعدة حقيقية من مقبولية وتفاعل وناس مؤمنة بها فهل فترة هذه اللي انت سميتها تصحيح سميتها احتجاج أنا سميها تصحيح لمسار لأن المجلس الأعلى في مباني ليس هو مشروع سياسي فقط مشروع حكومة هو مشروع كما هو الإسلام يقود الحياة والرجوع للأصالة والثقافة والروح العراقية والتأريخ وأشائر وقيم هذه الأخلاقية أساسية نحن نعتقد أن صدام حسين بمشروع البعث البغيض مزق المجتمع وأشاع فيها أخلاقيات جدا جدا قاتلة من النفاق مثلا التزلف للسلطة عدم الوضوح في الموقف من بعضنا يحسد هذه المسائل هذه لها علاج فجزء من الهم تحول بهذا الاتجاه لوجود أخوة كثيرين موجودين على الصعيد السياسي هل أغرت السلطة بعض زملائك المجاهدين بعض زملائك المقاومين من قاوم البعث من قاوم الدكتاتورية بحيث جعلتهم أو جعلت النظام كله أو منظومة تأسيس هذا النظام تنفصل بنسبة معينة عن المجتمع التي تحدث عنها الآن يبدو هي ظاهرة موجودة في كل الحركات السماوية والحركات الأرضية في مرحلة مواجهة الطغيان والطواغيت لكن بعد أن يستلم ويصبح هو المسؤول يجد من يسقط في هذا الانتحان هذا طبيعي موجود حتى من زمن موسى عليه السلام ليأخرجهم من مصر بعد ما وصلوا إلى الأرض قهرت القصة حتى في حياة رسول الله أيضا وما بعد فإذن هي شيء ليس يعني عجيبا أو غريبا أو حالة يعني نقتص بها وإذا أردنا بالدقة يعني لا أعتقد أن هناك كثير بمن سقطوا في فخ السلطة وتنكروا لمبادئهم قد يكونوا مالوا إلى السلطة لكن بقت محافظة هويتهم وفيما بينه وبين الله قد بعض الأحيان يرجعون إليها لا أعتقد أن هناك سقوط كبير سقوط كبير ليس موجودة لكن غفلة أو اعتقاد أن الأهمية هو في السلطة أو في الدولة لأنها هي التي الناس على دين ملوكهم فلنحفظ هذا الموقع حتى الناس سأتي إلى هذا الاتجاه ما يحصل في الأزمان التاريخية وتحدث عنه سماحتك الآن قد يصلنا عبر يعني موروثات نقرأها لكن ما لمسناه أو لمسه جيل ظهر مع سقوط النظام لم يكن يعي شيئا ثم كبر ونضج في ظل نظام جديد هذا النظام الجديد وأنت تتحدث جنابكم عن ما وضعه النظام السابق الدكتاتوري من مساوئ في بنية المجتمع طيب كيف تردون على شباب نموا في منظومة مختلفة وهم يشاهدون بأم عيونهم أسوأ من بعض ما كان يفعله النظام السابق بعض يفعله جزء من هذا المنظومة جزء فساد السرقات قتل أشياء كثيرة قطعا هي مرفوضة لديكم ولكن من يفعلها هو جزء من النظام وجزء من المنظومة الحالية اللي يجب أن يقضى عليها شو نقول للناس ونفس اللي قول اللي تربوا في زمن فرعون بني إسرائيل ثم خرجوا لكن هم خارجين بتربية فرعون فأراد موسى في تغييرهم يعني المشروع الإلهي خلال نقول في تغييرهم تاهوا أربعين سنة حتى يعيدوا يعني جيل جديد يكون تحت العاية موسى حتى يمكن أن يتحق الجيل الجديد العراقي اللي أنا أفترضه هو جيل ما بعد السقوط واللي أنا أسمي جيل الحرية هو جيل شجاع وناقد ومتطلع إلى مستقبل وحريص أن يكون حاضر وهذه قيم جدا جميلة ورائعة وهي ستصنع المستقبل الطيب للعراق عندما يكون الشعب هو صاحب الرأي والحضور وفي الميدان وليس حزب وليس سلطة فقط هذه نقطة مهمة إذا أريد تغيير مشروع حقيقي يجب أن يكون الشعب معك حاضر ناقد ومشارك أما يكون مراقب منتظر عنده خيبة أو مؤيد لكن دون أن يقدم شيء هذا مشروع سينتهي لذلك أنا أعتقد أن على وجود هذه المرارة اللي أشرتم إلها ووجود هذه الحالات بعض من قوسين قد تكون غير مقبولة وغير مرضية لكنها بشكل عام بحالة طبيعية وفي تصوري مرضية أن هناك جيل جديد لا يخاف من السلطة تمام ناقد للسلطة نين حريص على وطن وثالثا يريد أن يشارك وبالتالي عليه أن ينتبه أصحاب السلطة لأن هناك شيء اسمه مجتمع ومجتمع شاب وشاب متطلع ويجب أن تنتبه له وتتعامل معه طيب شو نعتكم لهذا الشاب عندنا الكثير لهذا الشاب هو أولا هذه الرؤية كيف ننظر هل هو حالة سيئة أم هو حالة إيجابية أنا أسمي جيل الشباب جيل الحرية ما بعد 2003 بحيث ليس هناك شيء مقدس في السلطة من رئيس جمهورية رئيس وزرائهم وتحت النقد من راتبهم إلى تصرفاتهم وقابلين لل وهذا لم يكن موجودا والبعض عندما يقول في زمن صدام أحسن أقول له أقول له هذه الحديثة متحدثة في زمن صدام كنت تخاف من ابنك الصغير لا يروحي يوصلها إلى المعلمة ثم أما الآن تتحدث أمام التلفزيون بهذا الحديث إذن حالة كبيرة هذه الحرية ستنطينا نقطة أخرى في أن نكون مساهمين في المشروع الاقتصادي ليس فقط في السياسة في الاقتصاد أيضا الشعب يجب أن يكون حاضر ومشارك في مشاريع أما مع الحكومة وأما خارج الحكومة ليست الحكومة هي صاحبة الرزق للناس وبالتالي تتحكم بهم من خلال هذا الرزق هذا المجتمع عندما يكون يمتلك مثل هذه الحرية سيكون أيضا في الثقافة وسيكون في الإبداع وسيكون أيضا في التطور اللي ممكن أن ينتوج فيه قد هناك نوع من الإبداع الغير مقبول لكن على كل حال هو شيء جميل هو الإنسان حالة متطورة مبدعة وهذا فخر الله تعالى بالإنسان على الملائكة بهذه النقطة في حالة العلمية اللي عندها وحالة الإبداعية اللي عندها فإحنا لنقدم إلى أول نؤمن بهذه النظرية وبالتالي نتعامل معها كحالة صحية وليس كحالة سلوية ثانيا طرحنا مشروع طرحنا مشروع في زيارتنا إلى الرميثة في ذكرى ثورة العشرين وهو الدعوة إلى مؤتمر شعبي عام ردا على فكرة أن الأحزاب هي فقط حاكمة والأحزاب يتقاسمون فيما بينهم والحصاص ما بين الأحزاب صار شيء اسمها أحزاب وشيء اسمه شعب بعيد عنهم ويتفرز عليهم هذه الدولة ليست ملك أحزاب هذه ملك الشعب جميعا فتعالوا في كل بداية سنة أو في كل بداية مشروع سياسي كن يعني أربع سنوات أن يكون هناك مؤتمر شعبي عام يشترك فيه الأحزاب نواب غيرهم وكذلك الفعاليات الاجتماعية من جامعات شباب منظمات مجتمع مدني أشائر شيوخ أشائر ونضع برنامجنا للسنة القادمة أو لمشروعنا السياسي القادم ما هي أولوياتنا ما هي مسؤوليتنا جميعا كيف نتعاون في تحقيق عند ذلك ما يصبح مشروع حزب أو أغلبية حزبية ويصبح مشروع الشعب العراقي يعني تحول من أحزاب إلى شعب هذا هو المشروع الذي أعتقد الآن نحن بحاجة إلى ولعل قائمتنا هي شيء من التلبية لهذه الرؤية ليش من الرماية ثورة العشري كانت ثورة شعبية نعتز بها وتتقصدت يعني تقصدت أن تكون من الرماية وفي ذكرى ثورة العشري وبحضور لأخ رئيس الوزراء كانت حاضرة وتحدثت هذا وطالبت أن يتعاون مع هذه الفكرة على ذكر إطلاق يعني هذا المشروع من مدينة خارج بغداد أيضا يمكن الكتلة أو بشرياء عراق القائمة التي ستنزلون بها بالانتخابات أطلقتهم من الناصرية نعم ديش هذه الأفكار التي أطرحناها أولا للشباب والتغيير وحرية الشباب والناصرية كانت في المقدمة في الرفض والمقدمة في النقد وتحملت كثير في هذا الجانب وهذا يدل على أن هناك روح تواقل تغير ورفعنا شعر أنه لا نقبل أن نستمر على ما كنا عليه عشرين سنة ثانية مريدة من نفس الصيغة السابقة لا بدنا أن يكون هناك شيء جديد تهم رافض أنا مصح فرق ما بينهما درجة الرفض أنا أرفض نظام سياسي أرفض مسألة الديمقراطية وحرية وأرفض التعددية لا أنا أقول في هذه الديمقراطية في هذه التعددية في هذه صارت ممارسات خاطئة تحتاج تصحيح وليس تغيير تغيير بمعنى تبديل كل شيء لأنه تجربتنا العراقية تغربنا الديمقراطية الشكلية وجربنا الحزب الواحد ومئة سنة نقضيناها أعتقد مثل هذه التجربة تجعل الجميع يشارك له حرية في إدارة منطقته بلده محافظته لكن يحتاج نعمل التصحيح جزء يتحمل المسؤول وجزء يتحمل الشعب شون شفت الاستقبال بالناصرية لهذه الأفكار هو أن أن نقيم مثل هذا المهرجان في الناصرية بعد هذه السنين الطويلة من الرد بحضور طيب وفي مكان نفتوح يعني تسجل نقطة لأنه الناس مع مشروع جديد مع انطلاقة جديدة مع تصحيح لمسار تفاعل مع هذا سواء كان مع شيخ عشار كل شيخ عشار الناصر كان حاضنين واستمعنا معهم بروح منفتحة ناقدة وقبلناها وإحنا معهم في هذا النقد لكننا كان شعاري أن الحقوق تأخذ ولا تعطاه يجب أن نبقى متابعين لتحصيل حقوق الجنوب مظلوم الجنوب مظلوم بشهادة الكل الجنوب مظلوم وهذه الظلامة رادلها مطالب وهذا المطالب مو فقط يتهجن المطالب أن يكون مشخص ويعرف طريقة الوصول لتحقيقها الأخوة في البصرة كانوا دائما يتحدثون عن مظلومية البصرة على وضع البصرة يختلف عن السابق والروحيتهم تختلف عن السابق ويتحدثون أنه هناك مشاريع تطور موجود لماذا؟ لأسرار على المطالبة وثانيا أن نعرف طريقة تحصيل المطالب من الحكومة ليس طالبة من شيخ عشيرة أو أتباكى أو أن أتهجن وإنما هناك طرق هناك مشاكل في وزارة التخطيط يجب أن نكون أذكياء في تحقيقها طريقة إدارة كيف أموالك تبقيها ما ترجعها للدولة يعني هناك فنيات في الحفاظ على أموالنا في هذا الجانب فبسألة أن نبقى مطالبين وليس منتظرين فقط أو ناقدين أو سبابين أو المهم أن نبقى أنه هذا حقنا يجب أن نأخذه وفي الدستور إذن أنت اخترت الناصرية وقارنت أنت حضرتك بالبصرة فيبدو اختارك الأكثر مظلومية أو الأشد سوءا في الخدمات مع طبعا التضرر الحاصل الذي حصل لشبابها وأبنائها أثناء التظاهرات وما حصل من قتل شديد بيها طبعا صندوق خاص للناصر يعود مثل ما صاد صندوق خاص للبصرة باعتبار النفط للناصرية وردا على هذا النفط صار لكن هذا الصندوق إلا أيضا تفعيل ومتابعة وتشجيعا في نفس المكان تصلت وزير الصحة على مستشفى الجبايش اللي بيها 5% تكتمل يعني نتمنى على المسؤولين أكثر أن يكونوا حاضرين في الناصر وفي غير الناصر رؤيتك لهذه المظلومية هسا هذه مظلومية مادية فلوس أكو ونطوا فلوس للجنوب وخلوا مسؤولين من أبناء الجنوب عليها سواء محافظين أو غير ذلك وزراء أيضا ورغم ذلك أكو هذه المظلومية اللي جنبك تحدث عنها أو سوء الخدمات بشكل واضح والبطالة الشديدة وضعف الاستثمار وضعف التعامل مع الأموال والفساد الكبير شنو سببها جزء من عندنا إذا كانت أموال موجودة فنقول أنما على الحكومة جزء حققت وهو تخصيص هذه الأموال ثم التسهيل في تمشية المشاريع الموجودة لكن عندما نأتي إلى المنطقة وعندما لا تجد هناك مثلا أمن كامل أو تجد سراع شائري أو تجد جهة لا تسمح لجهة ثانية أن تعمل هنا باعتوار أن الشركة محسوبة على فنان أو أو من هالمسائل المعروفة فهذه المسؤولية يتحملها نحن جميعا نحن نلقى لهم على آخر من هنا أنا فكرت في المشروع الشعب حتى ليس المشروع حزبي إذا خرجنا من ضيق الحزب إلى سعة المحافظة من أجل أن ننقذ المحافظة التي نعيش بها سوية سواء كنت من الحزب أو الحزب بس إذا صارت المحافظة جيدة فرص العمل جيدة والأمن جيد أقدر أكسب آخرين بطريقة إيجابية أما لا بقت في حالة من التعاسى ومن المظلومية الكل يعني يتضرر خروج أحزابنا من ضيقها إلى سعة محافظتها أو عراقها هو نقطة الحل الحزبية والتعصب الحزبي والحزب قبل كل شيء هو سوف يدمر العراق نحن عدم نظام فرلمان لا بد من أحزاب لكن لا بد أن نكون برؤية أنه الحزبية ليست هي أن تنتصر لحزبك وإن كان هذا مبدأ غربي يعني يجب أن نعمل عليها يحتاج علاج تجربة الغربية في العراق يحتاج لها تطعيم عراقي يجب أن نعمل عليه طيب الحزبية التي تحدثت عنها حضرتك حس هذا الانشطارات الحزبية التي تتحصل مثلا المجلس الأعلى الإسلامي العراقي انشطر إلى أكثر من حزب الآن هناك قائمة مرتبطة أو لا مرتبطة بشرياء عراق مرتبطة أو لا مرتبطة بالمجلس الأعلى الإسلامي وهذه لا نعرف لازم أن تتوضح أنها جنابك الكتلة الشيعية تلاف العراق الموحد انشطر إلى أحزاب عديدة وما كان يروج عنه أنه كسب للبلد النزول بقائمة شيعية واحدة الآن أصبح وكأنه سبة والنزول بأحزاب منفردة وكأنه هذا المناسب للعراق وين صاحب هذه القصة كلها؟ برأيك ثلاثة الإبداع العراقي هو أنه نجد هناك رؤى مختلفة والتالي كيانات مختلفة هذه طبيعة العراقي من السنية أنا أذكر كنت صغير عبد الرحمن البزاز سألو أنه كان رئيس وزراء وكان أستاذ جامعة ورجل فهيم يعني وهم كانت هناك مشاكل حزبية عند القومين واختلافات وغيرها فسألوه عن الحمزة في العراق إذا سألتوني عن الأحزاب في العراق فأنا أقول فالعراق عندنا ذاك الوقت عدد نفسه عراق سبع ملايين عدد الأحزاب في العراق سبعة مليون حزب لأن كل عراقي هو في نفسه حالة خاصة ورؤية وشيء جميل يعني أن نجد فمن يجمعنا رادنا على الفكرة في أن تنجمع تارثة أن نجمعهم قسرا على طريقة حزب البعث الخبيث قسرا أن تبعثي وأن لم تنتمي وتارثة أن نجمعها بطريقة حفظ هذا التنوع لكن بأن نتفق على مشروع اللي هو الإطار إطار تجربة عراقية يعني لا مثيلة لها وموجودة في باقي الدول لأنه حزب عنده أربعين وحزب عنده أثنين وحزب عنده عاشرة كلهم يجتمعون ورأيهم متقارب ويجب أن يكون هناك توافق هذه حالة تجمع الإطار يجمع الإطار مخاطر لو الشيعية مخاطر مخاطر على الشيعة مخاطر على البلد نفس الشيء مخاطر لأننا عايشي في العراق خطر على العراق خطر علينا خطر علينا خطر على العراق أنا أكثر يهم فالخطر هو الذي جمعنا وبالتالي واجهنا الخطر بموقف واحد وبرؤية حكيمة بأدوار مختلفة وقدرنا تدريجا وإن كانوا ناقص هذا الإطار وجود الأخ سماح سيد مقتدى مهم جدا في أن يكون والله وثلمة في هذا المجموع كيان سياسي كبير بهذه الجماهير خارج المشاركة السياسية تسجل النقطة عليها طيب رح أقول لك عبارة وقل لي مدى دقتها أو فندها جنابك الإطار كان إطار يحمي العراق ويحمي المكون الشيعي وكل المكونات الأخرى عندما كان العراق مهددا وبعد أن أطمئن العراق واطمئنه والشيع أبعدوا الجزء كبير من عدد اللي هو التيار الصدري أبعدوه عن عن الإدارة إدارة البلد أو عن المكاسب إيش قد هذه العبارة أبداً ويردقيق أبداً ويردقيق كلنا كنا حريصين أن يكون التيار الصدري معنا لأنه غيابة ثلمة في الوضع الشيعي وفي الوضع العراقي وهو في نظري رجوع إلى الوراء وخطر على الكيان الشيعي الشيع عندما يصبحون كيانين متنافرين يعني أصبحوا أقلية مختصر مفيد الشيع عندما يكون كيانين متنافرين غير قابلين لأن يتعاونوا ويجتمعوا الأكثرية الشيعية تنتهي ومعنى البشروع العراقي في العراق سيرجع على العهد السابق لأنه أنا بصراحة أحدثت مع سمعت سيد مقتدى عندما تزار بغداد متى؟ هو لما نتشن في الإطار وزارنا في الإطار آه أثناء الإطار قلت لسيدنا أنت جئت يعني أثناء مفاوضة تشكيل حكومة قبل تشكيل حكومة أحسنت قبل تشكيل حكومة في أن نجد كيان واحد نعم قلت لسيدنا أن جئت كان عددكم سجعين شكيد الأخوة السنة كانوا ستين شكيد الأخوة أستاذ مسعود خمسة وثلاثين أرواع وثلاثين جئت صاروا هم خمسة وثلاثين أنت صرت أقلية في هذا الكيان معقولها أنها تنصر أقلية لا مصلحة إليك وتعني يصير باسم آل الصجر أنه نتحول إلى أقلية فتعالي نرتب شيء صح لا بد من معارضة أنا كنت معه لا بد من معارضة ناقدة وأكو الأخوة في إشراقها كانوا مستعدين سنة معارضة الأخوة في امتداد معارضة جمعنا ممكن سنة خمسين معارضة والباقي نتفق سويتنا فهو أنتبه صحيح لذلك وجود سيد مقتدى أو الأخوة الصدرين في العمل السياسي ومعنا قد نختلف لكن معنا نسير برؤية هو ميئزة الوضع العراقي يعني يصبح ميئزة الوضع الجديد في العراق أو ما إذا لن ننقسم تماما ونصبح دائما نتحول إلى أقلية نحن أقلية هم أقلية هل نشق الشيعة الآن بوجود المرجعية العليا وبتاريخنا هذا لن ينشق الشيعة في العراق معظم التفاصيل يعني متفق عليها بين هذه القوى الشيعية لكنه أكو تفاصيل حساسة وقليلة هي اللي تسبب الاختلاف من ضمنها مثلا قصة الحشيب تفاصيل أخرى في إدارة الدولة هو يمكن اللي سببت الاختلاف بين بين الأطراف الشيعية اختلافات موجودة في كل يعني في الدول آراء تطرح مزيد وقد يكون هذا الرأي أقوى وهذا الرأي أفضل لكن تؤدي إلى افتراق اختلاف طبيعي عند البشر وفي القرآن يشير له طبيعي الاختلاف ألوان واللسان وخدها لكن يصير افتراق هذا اللي مرفوض اللي مقابل هذا يجب أن يصير واعتصمه بحبل الله ويصير تعاونه على البرد والتقوى افتراق ما يصير لكن يصير اختلاف لا شيء جيد فالاختلاف موجود لكن جامعنا الإطار إن شاء الله بمرور الزمن يعني سماحة السيد مقتدى يكون معنا إن شاء الله ونكون معه في حالة واحد هاي العودة متوقعة أمنية أمنية أكو حراك لهذه العودة لو الآن يعني التعامل في تصوري اللي بيدق مع القيار الصدري بعدم يعني عدم إبعادهم بأي شكل استمرار إيصال الرسائل موجودة وعلى مختلف يعني مستويات أعتقد تفتح آفاق إن شاء الله لأنه كنت سوية أعتقد الأداء الحكومي الآن لا يستفز الصدريين يعني ماكو إبعادات ماكو شيء لا يتقصد إبعاد الصدريين هذا يحاولني إلى سؤال رأيك بالأداء الحكومي رأيك بالسوداني بأداءه والله نحن رأينا الأخ السوداني رأيه إيجابي لخصوصيته ولممارسته خصوصيته بتجرؤ يعني تاريخه في موضوع النزاهة في موضوع الميدانية في موضوع التجارب الطويلة التي تصاعد فيها وبقاءها الفترة الطويلة في ضمن هذا السلوك والثبات عليها وفي الدفاع عن قضايا عامة والشيء في الإجراء هو فتح كثير من الملفات والملفات العالقة والقديمة ودخل بيها ودخل بشكل يعني إيجابي وحتى اسم إبشر يا عراق وإحنا خذناه من هذه الحالة الجديدة التي صارت في البلد عندما نجد خلال سنة ليس أكثر تغيرت كثير من الرؤى من الحالة النفسية من الشعور بالرضا من الثقة أنه يمكن أن يكون هناك ضوء آخر النفق بعد حديث الإحباط وماك فائدة والعراق رايح ومن قسيم ومن تهي والفساد والله تعالى ساعده يعني نكون نقطة أخرى أن الله تعالى هم ينبارك فيها في أول استنامة صارت قضية الزهير صفقة القرن وإكتشافها في أول استنامة صار موضوع النفط ومسك هذه المجموعة التي فنانية وبدأت يعني هناك نوع من الإنجازات ضمن توفقات إلهية بالحب فنطت نوع من الثقة للأخ والنظرة إلى بمصداقية ونعتقد أن وضع العراق سيكون جيدا ويجب أن يكون جيدا لكن يحتاج لفقط الاستقرار والحمد لله يعني خلال هذه السنة ويشكر سمح السيد المقتدى أنه ترك التجر وتأخذ دورها حتى تحاسب ضمن ظروفها وأوضاعها فالأمور يعني فتحها فاق كثيرة في موضوع الاستثمار وغيرها لكن هناك تحديات خطيرة وأساسية يجب جميعا أن نتعاون على الخروج منها قضية الدولار وقضية قوات التحالف الموجودة وقضية هذه حالة يعني هيبة الدولة على الجميع هيبة الدولة أو القانون على الجميع عنده السلاح أو ما عنده السلاح جيد هذا أمر مهم يعني بس خلال نسألك قلت أنه استقينا الاسم من الأداء الحكومي في الحالة الجديدة عند المجتمع العراقي في الروح الإيجابية الموجودة عندها هسا صورنا سوية طب بلدته يعني صورت أنه نحن متبانين الأخي السوداني بس هاي القائمة الوحدك القائمة الوحدة أي يعني مو قائمة مشتركة مشتركة مع من؟ مع السيد السوداني؟ لا أصحة السوداني لا تدخل الطرف في الانتخابات وأخذ بهذا الرجل محلية آم انتخابات المحلية نعم طيب أمر جيد قلت يجب أن نكافح ارتفاع الدولار تقصد وتهريبه لا ممكن مكافحة وإنما طرحت شعار أو مشروع حي على الكرامة بلد بهذه العظم أمواله ليست بيده هذه قصة يعني ما صير مثل الإنجليز ندخلون عصبة الأمم واخذوا نفطنا نذهب إلى التعددية في الاستخدام بيع النفط وكل دولار نذهب نفط مقابيل أعمار مباشرة مهم يتحول دولار والدولار يذهب لأمريكان ثم ينطول للصينيين نفس الشيء ما سوى وثالثا ندخل المحاكم نشوف منه اللي طلبنا وعلى إساس هذا الطلب حتى نخلص من هذا من هذه الشيء سمي العبودية في أموالنا وفي هذا بالأشرح هو هذا حي على الكرام وعد كافي إذن هاي رؤية للتعامل مع الدولار بشكل عام تعامل اقتصادي والمالي جي هذه وحدة قصة التحالفات أو التحالف تحالف الدولي تحالف الدولي شبيه؟ تحالف الدولي بعد هالفترة طويلة والحمد لله عندنا حشد وعندنا صحة كنا حادثة حادثين ما يحتاج تحالف دولي في بلد انتصر على داعش احتفلنا بالانتصار وهذا التحالف الدولي تحول إلى شيء آخر لأسباب معينة ثم زمن ترام بدأ يدخل في هذه الدولة وتلك الدولة صارت مشاكل من وراء خلاف الدستور خلاف استقرار البلد حياكم الله أصدقاء عندنا إطار شي سموا هذا اتفاقية الإطار عسكرية فلانية حياها الله مع غيرها لكن يستطيع تحالف دولي وقرار شبه من الأمم المتحدة ويرى ما لا داعي ويبدو يعني هناك اجماع في الإطار ويجمع في آخر اجتماع للأخوة في اعتراف دارة الدولة هو أنه شكرا للتحالف الدولي وإذا نحتاج إلى أي تعاون فتعاون ثنائي مع هذه مع أمريكا مع غيرها ضمن تعاون ثنائي أما تحالف دولي وإلى قيادة خاصة وإلى مهام تارة يجاوز الدولة هذا عندنا انتهى وقت هذا بعيد عن غزة من قصة الكاظ من السينا من راح إلى أمريكا وطلبنا وأعلن هناك أنهم مستشارين عددهم نزل إلى هلقل وشكلت لجان لتشخيص الحاجة حتى يبقى فقط وضمن هذا السياق بس ما أخذ مداء الحقيقي والأخ السوداني في البرنامج الحكومي ثبت هذه النقطة أنها تواجد قوات الأجنبية والتحالف الدولي فإذا نحن الآن بالإضافة إلى الاقتصاد والمال نجد تحقيق الأمن الحقيقي والسيادة الحقيقية أنا ما أقول محتل أنا أقول السيادة الكاملة أو الحقيقية أو الشاملة في أنه شكرا جزيلا أديت اللي عليكم الله يأقول إذن هل سيقدم طلب باسم الحكومة العراقية نعم هم لجان يجب أن تجتمع وتثبت ذلك لجان فنية من الطرفين والتوجه ما لاتنا هو هذا إرادتنا كعراقيين وكإطار أنه تحول من التحالف إلى التعاون الثنائي دولة لدولة أو دولة مع عدة دول بشكل طبيعي أسكري أمني اقتصادي هذا الطبيعي مباشرة مع دولة ويدولة طيب تحدث عن تعدد حملة السلاح في الدولة وهذا كان يعني ضمن ثلاث فقرات تحدث بين حضرتك يعني قلت أن الهيبة الدولة تفرض على الجميع ويجب أن تحترم لأن القانون هو الأمان للكل فمسألة وجود قوات تتجاوز أو مجموعات تتجاوز يجب أن يطبق القانون لا أريد شيء السلاح يجب أن يطبق القانون على الجميع حتى يحس أن البلد فيه أمان وأن هناك ضمانة من من ضاع حقه أن يذهب إلى القانون وأن ذاك الذي عنده قدرة يفهم أنه يجب أن يحدد ضمن القانون ويمارس خارج القانون قضية ليست سهلة في ظروف كلها سلاح وكلها سراعات من زمصدام عشائرية وفلانية لكن أضمن المشروع الداخلي الاجتماعي الذي يجب أن نذهب إليه حتى يكون عراقا مقتدرا مستقرا الاستقرار مهم والاقتدار مهم هذا شعارنا تقصد حملت من يحمل السلاح من العشائر اللي في مناطق الجنوب لو من يقصف بعض المؤسسات الدولية السفارات نعم هذا جزء منها إذا عدنا دولة والدولة قانون ولا قرار فيجب أن يحترم سيقول هذا بعنوان مقاومة ومقاومة محتل يعني الصيغة القانونية والعرفية الموجودة هو ليس جاء بفرضا وإنما جاء بطلبه والرسائل الموجودة وعندما لا تريده تقول لا أريدك فإذا بقى رغما عنك يتحول إلى صح لكن لا أطلبنا منه قلنا لأخرج فالشيء يتحمل إحنا فعلينا أن نكون بهذه الشجاعة ثم بعدها نتحول الموضوع إلى بعنوان تجاوز على السيادة طيب سنكمل برنامج سماحة الشيخ ولكن اسمح لنا بفاصل قصير مشاهدين فاصل ونعود إليكم أهلا بكم مشاهدين مرة أخرى ونكمل هذا اللقاء الخاص مع سماحة الشيخ الدكتور همام حمودي رئيس المجلس الأعلى الإسلام العراقي وإيضا رئيس قائمة أبشر يا عراق على مستوى المحافظات هل تعتقد بأهمية هذه الانتخابات خصوصا وأن الشعب العراقي خرج عليه في المظاهرات والبرلمان أوقف مجالس المحافظات وحديث عن أنها معرقلة لعمل المحافظين صحيح نعم هي تجربة فيها بعد إيجابي أن الناس يحكمون أنفسهم بأنفسهم أو يديرون أنفسهم بأنفسهم من خلال انتخاب من يمثلهم وهذا ومن يديرهم وبالتالي ننتهي من مشكلة التسلط الذي كان فيه زمن الطغيان ومحافظ كربلا يجي من تكريت أو محافظ الموصل يجي من كربلا مثلا وهكذا وبدون اختيار وإنما يرأي من السلطة إنما هنا سيكون من الناس لكن مع الأسف التجربة الماضية كانت تجربة تنافس من أجل أقول استغلال استنزاف موارد الدولة لبناء الحزب هذه مشكلة الأحزاب طيب وبالتالي احنا رفعنا الشعار تصحيح مسار مجالس المحافظات كيف شعارنا في هذا الانتخابات مهمة انتخبوا النزيه الكفوق الميداني الشعبي يعني فاتح بابه للشعب لكن هذا غير كافي لتصحيح مسار مجالس المحافظات المطلوب مثل البرلمان يكون نقاشاته شفافة والناس تعرف من تحدث وكيف تحدث ولماذا تحدث ويشخص أيضا مجالس المحافظات يجب أن تنقل اجتماعاته للمحافظة نفسها عبر تلفزيون وعبر راديو أو عبر حضور أن يحضرون يشوفون يتحدثون في هذا الجانب مع يعني أن يكون هناك برنامج يكون يعني برنامج أو مشروع خدمي انتاجي في هذه المحافظة مهمة هذا المجلس هو المتابعة التنفيذة وليس قابل للتبديل والتغيير حسب المصالح الخاصة ضمن هالفكرتين انتخاب السنين زائد الشفافية وزائد وجود البرنامج وإذا كان هناك كملنا المشروع الدستوري في مجلس الاتحاد سيكون أيضا مراقب على مجالس المحافظات في طريقة عملها وأدائها إذن أنت مع الإبقاء عليها وليس مع يعني الغاءها عبر تعديل دستوري لأنها وردت في الدستور كما تعلم حضرتك إذن نعدلها في الدستور هماكم نبدلها إلى مجالس بلدية كأنه أكثر من مجالس التشريعية بهذه الصورة لأنه في مرحلتنا لم تصل إلى تلك معنى رأسنا نقلنا من لا قرار للمحافظة إلى كل القرار للمحافظة يعني قفزة صارت صحيح ففي القفزة قد واحد يعني لا يحسن فإذا هناك فكرة تعديل نعم نعدلها بحي تصبح بلدية تدريجية لأن تمتلك كل الصلاحية هل تتوقعون البعض يتوقع أو يتحدث بعض القادة قادة البلد السياسيين عن أنها ستكون انتخابات حاسمة انتخابات جذرية انتخابات فيها ما فيها هل فعلا فيه هذا الحسم وهذا يعني هذه الترغيب هو نشجع المشاركة لأن المشاركة فيها مبدأ أن هذا مشروعك وليس مشروع فقط السياسيين أو الأحزاب لكن توقعي يعني لن يكون يختلف كثيرا عن السابق غياب الأخوة الصدرين هو هذه نقطة تسجل في المشاركة ولم نجد يعني رؤية جديدة بحيث صار نقاش حولها وتبنيها من الجميع فإن مجالس جديدة ستكون هذا ما موجود بل نفس الأشخاص السابقين قد يكون ونهم موجودين فما يكفي هذه إشارات إيجابية أنه الوضع سيكون بهذا الصور التي أشارت فالمشاركة عادية لكن هي لابد منها طبعا حديث هذه الأهمية الكبرى لهذه الانتخابات يأتي في سياق أنه قد تكون هناك أفكار أو آراء لتأجيلها فالتأجيل قد يسبب خللا في المسار السياسي أو الدستوري أو كذا فهل هناك تأجيل محل مشكلة إذا أكو رؤية معينة أو تصحيح تعديل دستوري فلاني قد أما تأجيل وقت ونفس الحالة بل يأكد على عدم أهمية يضاف إلى ذلك أن المحافظين أيضا بعضهم أخذ حرية بشكل كامل وتجاوز منه وأصبح موضع ملامة ويحتاج إلى رقابة وهنا رئيس الوزراء عنده مشروع دولة مشروع حكومة يعني دخول على المحافظات سيدخل في مشاكل أيضا فلابد من مجالس محافظات لكن مجالس متعاونة مع الحكومة الاتحادية وفي مسار في مشروع واحد وليس مشروع متناقض هذا هو المهم يعني ما يريد أخونا وما يريد شخصنا وأنه ما يريد البرلمان في توجهاته في أولوياته نتمنى المحافظات أيضا تتجاوب مع هذه المشاريع وهذه الأولويات إذا جاءت الحكومات فيها أيضا شبيهة لما موجود في مجالس النوع هل هناك نواية لبعض القوى السياسية بالتأجيل ما سمعت ما كوش شي ما سمعت ما كوش نواية يعني قد نية موجودة بس هل تحولت هذه النية إلى حديث وطلب وحوار ومفاوضات ما وصلت إلى المستوى قد نية موجودة قد رغبة موجودة قد أمنية لكن تحولت إلى مشروع وفكرة للحوار وللتفاوض ما سمعت من ينوي هذه النية هل أكو قوى في تأجيلها أي سنية شيعية كردية لا إذا أكو أكو أنه تقديم الانتخابات التي ورحنا نثبتين في برنامج الحكومي لانتخابات مبكرة من أجل أنه لا لكن الآن نحن في طور يعني البلد ينهض ودخوله في مشاكل سياسية مثل ما صاد يضعف يعني يشغل الناس أو يشغل الحكومة عن أن تسير قدما في مشروعها الخدمي ومشروعها الاقتصادي والاستثماري وما شابه لذلك لن نعطيها يعني توجه العام لن نرضي الشعب بعد نفكر نرضي الأحزاب هل تنون الحصول على منصب محافظ لبعض المحافظات التي نزلتم بتقلكم فيها نعم إن شاء الله كم محافظة نزلتوا نحن نزلنا في سبع محافظات كقائمة بنفسها ونزلنا في كل المحافظات في أشخاص مع القوام الأخرى القوام الأخرى اللي هي القوام الشعية الأخرى القوام الإطار الأخرى يعني إطار وغير إطار أي المحافظات نزلتم بها منفردين منفردين في بغداد كربلاء حلة كوت والمثنى والناصرية وديوانية نزلنا بقائمة ونفرد هذه تعتقدون بها أرياحية لكم راح تكون بالفوز لو كان عندنا مكانية مالية نزلنا بمحافظات يعني أنت وضعك السياسي ووضعك الاجتماعي والشخصي أفضل بكثير من خياراتك السياسية بمعنى ما زلت متمسكا بحزب هو لم يحصل على شيء في الانتخابات الماضية حزب تركه معظم مؤسسي لماذا؟ هذا الجواب يشقين الشق أن هذا الحزب موضع المؤسسين رجال كبار وعلماء ومراجع يعني الشهيد محمد باقر الحكيم من الشخصيات الأولى في البلد وهو المؤسس والحريص واستشهد وهو رئيس مجلس ومبانيه هي مباني الشهيد محمد باقر الصدر أنا كنت قريباً عندها وفي كل رؤية يجذرها إلى موقف الشهيد محمد باقر الصدر وفي كل موقف سياسي يذكرنا بمرجعية الإمام الحكيم سيد محسن الحكيم اللي هو باني الروح الجديدة في الشعب العراقي في مرجعية عراقية عالمية وبهذا الشكل نطه عز ونطه فمثل هذا المشروع الذي لم صح لم يكسب نواب لكن المصوطين له كثيرون أقل الشيء ربع مليون في كل انتخابات أقلنا ربع مليون مصوط لكن دخولنا مع الآخرين هو اللي ضيع عنا وليس هو المشكلة في دخولنا مع الآخرين من أول يوم دخلنا مع الآخرين في الانتخابات حتى عندما كان المجلس هو مع الأخوة الصدريين ومع الأخوة نحن انكسرنا فيها ليش؟ لأن جماهيرنا ليست حزبية في تنظيم حديدي عسكري يصوت بدون أن لا يعرف ولا يعلم حسب الأوامر اللي تجيها والتوجيهات جمهورنا جمهور منفتح جماهير يعني ليس منغلق لازم يقتنع وهم يشارك وهم له رأيه فعندما دخلنا مع الآخرين فالآخرين يقدر يفرض على أن يشخص من يكون فيصعد نحن الصاعدة وهو يكون الأول التصعيد من الجماهير المجلس لكن الفوز يكون لمن له هذا التنظيم الحديدي فإحنا شاركنا مع في 2010 وصلنا 14 واحد وعندنا كنا نحن بال30 ليش؟ دفعناها الأخوة الصادين أخذوا القشة على التعبير ثم دخلنا مع فتح نفس الشيء طيناهم أصواتنا وتنظيم حزبي أخذ تنظيم عسكري منظر فكل القرار أن ندخل مع الآخرين مو لأنه نختلف عقائدي لا وإنما طبيعة تنظيمنا لا تنسجم أن نكون في تحالفات مفتوحة نصعد الآخر في هذه القائمة وهو يفوز بالأخير الميسر أعلى قوي وما زال قوي وما زال مرغوباً لأنه تأسيسه تأسيس برؤى عراقية وطنية إسلامية أصيلة لأن إنجازه كبير إسقاط نظام ووضع نشروع دولة وثالثاً نزيه صح سقطوا عندنا ما في شك لكن طلعوا ما بقى أحد عندنا من سقط خرج فبقى هذا المجلس بهذه الرؤية وينظر له هكذا ولكن ما عندنا ثلاثة أو ثلاثة في مجلس النواب وغيره هو بسبب طبيعة مشاركتنا لذلك أصرينا في هذه مع كثرة الضغوط والترغيبات والتسهيلات وهذه ندخل منفردين لأنه هالمئتين ألف لابد أن يجدوا أبناءهم هم الموجودين في مجلس النواب إذن هذه أبشر يا عراق هي جزء من المجلس الأعلى أحسنت فهي فتح هذه وحدة نحن هذه النقطة النقطة الثانية هي أنه رؤى أن الشعب يجب أن يأخذ دوره ولي يضيق بهذه الحزبية اللي عنده إشكالات عليها بسبب هالأشرين سنة وأنه جبرة إلا تكون معنا إلا بهذا اللباس وإلا بهذه الرؤية وأنه تفضل أنا مستقيل إلي رؤى لكن الجامع بيننا أبشر يا عراق العراق يجب أن يكون أفضل وسيكون أفضل وبن خلال أبناء وبيد أبناء التنظيمات الأخرى أما عسكرية أما جماهيرية حزبكم أو حركتكم المجلس الأعلى الإسلام العراقي شنو هي حاليا جماهيرية شحبية عسكرية شنو إحنا حركة سياسية ثقافية أساس الإسلام من أجل تغيير الفر والعائلة والمجتمع والدولة بناءها بناء إسلاميا عراقيا بما يتناسب عن الوضع العراقي وشعارنا اللهم إنا نرغب إليك بدولة كريمة الإنسان فيها كريم وهي كريمة والنفاق الذي نفترض الفساد إذا كمنا دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذلوا بها النفاق أو أهله هذا كمشهر رمضان يوميا هل نلوح ومن كذب عن نفسنا وهذا إراجتنا هل حصلت مراجعات لهذا الحزب مع خروج أطراف مهمة مع نزول أطراف قلتم عنها أنها سقطت في الاختبارات الدنيوية السلطوية سميها ما شئت هل حصلت مراجعة نعم مراجعة مفتوحة ومستمرة وإعادة كتابة نظام داخلي ووضع أسس في الاختيار وتأكيد يعني أمام الجميع نتحدى في موضوع النزاهة سجلوا علينا نقطة في موضوع النزاهة وذلك قلت إحنا ما عندنا إمكانيات في أن ندخل مثلا في البصرة لإرادة الإمكانيات واسعة في محافظة الأخرى ما عندنا إمكانيات وستماعي إذا جيب شواهد أخرى فمن يسجل علينا أن نكون له شاكل قوتنا ورصيدنا هو نزاهتنا ومصداقيتنا جي يعني حديث طويل لأن غيابك طويل عن المشهد خلينا نقول الإعلامي فحديث طويل نستمر طويل إذا أردنا نتحدث عن الوضع الداخلي ولكن خلينا نتحدث بوضع خارجي قريب لنا مرتبط الوضع الداخلي هو موضوع غزة نعم وموقفنا مع غزة وإلى أي حد أحسن أن نقف مع غزة غزة الآن يعني وكأنه العدو الصهيوني خلقها محرقة للجميع تفضل غزة لحد الآن منتصرة وستبقى منتصرة وانتصرت وانتصرت ليس بفعل حماس فعل حماس له قيمته وموقعه المهم لكن انتصرت بموقف شعبها وهذه النقطة تسجل نفسنا مقارنة بين ما يجري في غزة وما يجري في تل أبيب هناك تظاهرات على رئيس الوزراء ومطالبة بإقالته وأنه دمرت إسرائيل وانت هكذا ونقد وساب وشتم فيما بينهم وهم دولة وهم دولة وهذه القطعة الصغيرة من الأرض اللي هي واحد بالمئة من العراق وتجد هذا التدمير الكامل الشامل الإبادة بدون أي رحمة ولا أي اعتراف لا بقانون ولا بشرية ولا إنسان ولا ولا تجد هناك كلمة على حماس أو على مسؤول أو على وإنما من أجل قدس من أجل فلسطين بهذه الروحية في غزة منتصرة لأنها وانتصارها في الميدان يوميا نسمع إنجازات لكن انتصارها على صعيد الإنسانية وليس على صعيد هذه الجماهير الواسعة حتى من اليهود في في الكونغرس وفي نيويورك يهود يرفضون ما يجري في غزة لكن نتنياهو المجنون الحاقد ليثأر لنفسه وليس سيدمر المنطقة سيذهب المنطقة إلى لن يقف وما تسمعه هدنة وهدنة مؤقتة وكلها أحاديث وفتح المعابر نتنياهو سائل في طريق ومعه هذا البايدن الشايب الذي سلم كل أمر إلىه في هذا الموضوع لأنه عند انتخابات سيقود العالم إلى في حقيقتها وبالتالي يجب من الوقوف إيقاف هذه المجزرة يجب إيقافها لكن العالم لا يفهم العالم الغربي بالخصوص لا يفهم قواعد دولية صحيح ومنافق يدعي حقوق إنسان والإنساني ويشكل علينا في قضية إعدام واحدة واثنين لكن هو يوميا يرى قتل أربعمية وخمسمية وأطفال لا يتحدث أما هنا أنا من تعدم واحد أو في المخدرات أو غيرها صارت قصة فيجب إيقاف كيف كيف أحسن أنا أقول هذا العالم الغربي أو هذا المجزرة تقف إما بحدث في داخل إسرائيل شون هذا الحدث هذا يموت ذلك حدث كبير يغير هذه الإراد وهذا مرهون بفعل الله بتوفيق الله هذا وإما بمس لا يفهم القيم مس المصالح الغربية كما مسها المرحوم الملك فيصل في السبعينات عندما قرر إيقاف تصدير النفط حرب الكلام السبعين حرب الكلام السبعين وقرر إيقاف تصدير النفط افتفع النفط من حتى كان ستاعة سباعة عشر ستة وثلاثين وبدأ يصعب ونحن في هذا الوضع لكن هذا وراه تخذ قرار إبعاد النفط عن السياسة بعد أن قتلوا وغيره إبعاد النفط عن السياسة فهذا موضوع حساس من يدخل إلى يعني يروح استشهادية لازم يعني يروح شجاعة يتحمل مسؤوليته أكو حديث فيها في الأوساط ما بين بعض المسؤولين في بعض المنطقة ما يجب أسمع لك ماكو شجاعة في أن تطرح وتبنى لأنه هذا ما بيخسارة إذا قلر التصدير يصحى السعر يعوضك عن هذا فهذا هذا اتجاه ممكن لكن يجب أن يخرج بقرار جماعي شكرا أن هذا الحجر الأسود كله مشترك وفي رفع قصة النفط يجب أن الكل كأنه قرر وليس واحد طرح والآخر أيت فأكون مسألة ترتيبه بهذا الشكل هذه النقطة يعني هي التي توقف في الحرب وإلا هذه الأحاديث وغيرها وتقدمت يوميا وثلاثة ورهائن وجيب ودي ما شيء كل هذا تضررناها في العيون قضية الأخرى المهمة هو من ينادي بنظام عالمي تعدد وأنه نحن في نظام عالمي نرفض القطبية الواحدة هذا الموضوع ليس هو حوار وعقيدة وقنعك متعددة لا واحدة وإنما فعل واقع وصر واحد قطبي واحد لما بوش دخل على العراق وراح لأفغانستان لا أمم المتحدة ولا شيء وصار عدو الأول هذه فرصة لروسيا والصين أن ترسي النظام التعددي هذه فرصتهم أما هم يبقون متفرجين وقد مستفيدين فليس يبقى يؤكد أن القطبية واحدة أمريكا هي صاحبة القرار وأن الصين بقدرتها التكنولوجية وروسيا بقدرتها الصاروخية والنوية لا قيمة لها في الأحداث العالمية هذه نقطة تسجل على هذين البلدين صحيح هم متعاطفين لكن كباقي الدول ضعيفة وليس الدول كبيرة لها رأي فيما يجري في العالم هنا ننتظر من هذه الدول أن يكون لها موقف مثل موقفة الحروب في كل حرب مع إسرائي كانت افتحاد السوفيتي ينطي انذار أنه إذا صار هكذا سأدخل تقف يتباحثون الكبار من أجل حال مشكلة الصغار أما دولة كبيرة تدعي وغيرها وتملك وتنادي بالتعددية وتفرض التعددية لكن كلام وعندما تأتي الفرصة لتثبت أن هناك تعددية ممكن أن تكون تعددية وتأتي بالحروب ومتأتي بالمؤتمرات والاجتماعات بالحروب تبين الآن فرصة لنفرض أن العالم متعدد فقط إيران كان لها رأي وأمريكا تحاول أن ترضيها وتدزلها رسائل والشيء أما إيران إيران وروسيا وصينها قصة فإذن إذا نريد عالم مستقر عالم فيه إنسان محترم فيه تنمية يجب أن الدول تأخذ مسؤوليتها أيضا دول العربية تأخذ مسؤوليتها في بيان أنها قادرة على أن تمنع من خلال نفطها والدول الكبرى فالصين وروسيا يجب أن يكون لها رأي فيما يجري لأن هذا تمكين للطاغوت وتمكين لدولة واحدة أن تسير بالعانق أينما تشاء الموقف العراقي الموقف العراقي جيد الموقف العراقي جيد على حدود قدرتها يعني ما نعزل العراق مهتم بغزة ويجب أن يدعم غزة بما يستطيع بما لا يضر ويمس قدراته الأساسية يبقى بلد مقتدر نامي ويدعم بلد مهدم أو يضعف نفسه ثم يدعم البعض يدعو إلى حرب يعني يدخل يدخل العراق بحرب يعني الناس اللي على خط المقاومة يفكروا بطريقة أخونا سيد حسن الله يحبه بطول عمره فكر برؤية محسوبة مدروسة تدريجية وعاقلة هذا هي الأمر هذا هو هذا الموضوع فيما يتعلق العراق أولا له خدرة دبلوماسية أو فرصة دبلوماسية التعبير فرصة دبلوماسية لا توجد عند غيره لأنه علاقته جيدة مع طرف المقاومة وعلاقته جيدة مع الطرف الأمريكي والغربي ويسمع له كذلك عربيا له فرصة فيقدر يبادر بمشاريع دبلوماسية على صعيد الدعم الاقتصادي اللي هو صندوق أعمار غزة نخبر الكويت أعلنه إحنا إذا يبادر في أن يسوي واسع يكون شيء جيد على صعيد أيضا هذا المشروع اللي اترحنا له مسألة النفط مقابيل صحيح منع غزة العراق إذا يبادر بحواراته بطريقة معينة في تنمية هذا الموضوع وعلى الصعيد العسكري والأمني هو ممر على كل حال دعم الآخر أنا أشكرك جزيلا شكر وتقدير سماحة الشيخ الدكتور همام حمودي رئيس المجلس على الإسلام العراقي وشكرا على هذا الحوار مبتمنك كثيرا شكر لك على هذه الفرصة طيب أحسن شكرا جزيلا وشكرا للمشاهدين الكرام نلتقيكم على الخير والبركة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته